السلام عليكم من الآرض هنعمل مع بعض الحواوشي الإسكندراني هنعمله بحشوة مختلفة هنعمله بحشوة السجوء شعيز أقول لكم الشكل وريحة والطعم عامل ازاي وهنقدم مبطرقتين يأمنا ويش البيزة زي ما انتم شايفين كده حواوشي لسه أعمل نفسه بيزة ويأم الشكل التقليدي هو الحشوة ودوبة العجينة ومن فوق كده رشد سنسم ورشد حبة البركة الوصفة كلها بيتي وطعم وريحة وشكل جنن أتمنى يكون الفيديو مفيد والطباق الوصفة يلا نبتلي على طول ونشوف هنعمله ازاي بالنسبة للعجينة عندي خمس كوبيات من الضيق متعددة للإستخدامات أنا استخدمت الكوب المعياري هحط عليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة منصوحة من الخميرة الفورية وهقلب كل المكونات اللافة مع بعضها وبعدين هنزل عليهم بثلاث مع الكوبار من الزبادي وبعدين هحط المياه الدفع أنا استخدمت من كوباتين إلى ربع الكوباتين يقدروا يتضيفهم بالتدريج طبعا عشان بتختلف حسب نوع دقيق وبعدين هقلب بقى كل المكونات اللافة مع بعضها الحد المادي يختفي تداما أول مادي يختفي خالص كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار ونص من الزيت وهرجع العجين تاني أنا هعجن العجينة دين ومدة ما تقلش عن 8 دقايق تقريبا لحتى ما تتكون عندي العجينة الكونتورية وفيها سنة تفزيئة بسيطة زي ما انتم شايفين بتلاسق حاجة بسيطة خالص أغطيها بقى واسيطة مكان دافل حد ما تتخمر ويتضغط حجمها هبدأ أجهز في الحشوة بتاعتي عند نص كيلو من السجوء أهم ما حياني نكون شايلينه من مكان احنا مصقين فيه يكون نظيف هقطعه صغير زي ما انتم شايفين كده هحط عليه بقى الخضار عندي بسيطين كبار متقطعين صغير ويكون متصفين من مياه وكمان في الفلاية متقطع صغير كده ومتصفين من مياه هحط التوابل معلقة صغيرة من البهارات اللحمة ومعلقة صغيرة من البابريكا وعندي معلقة صغيرة من الملح وثلاث فصوص طوم متقطعين صغير يشحطه طوابل أكتر من كده يعني السقوقة أصلا فيه ملح وفيه طوابل هبتدي ان انا عجينهم كلهم كويس جدا مع بعض من المنظر ده ووقفهم واسوبهم على جانب وإيدي خلاص العجينة بتاعتي خمرت هبتدي ان انا أقطعها ورش دي بقى كويس عشان العجينة مضلزقش في ايدي وهبتدي اقطع بقى حسب الحجم اللي انا عايزيه انا هقطعهم من ستة لسبع قطعة وابسيهم بقى واسيبهم يستريحوا شوية يلقب الخمس باية وابتدي اشتغل فيهم هاخد اول قطعة هرش عليها دي وبتحتها دي وهفيدها حيقة بسيطة كده وهياخد عجينة السقوقة التاعتي هاقورها باية زي ما انتم شايفين كده وهاخد قورة وحطها في نص العجينة وابتدي ان انا يقفل العجينة كويس على السقوقة بنفس الطريقة كده زي ما انتم شايفين العجينة مانش رفيها يضبك انا بططها حاجة بسيطة وبعدين حطت فيها قورة السقوقة وهقفل عليها كويس بنفس الشكل في ده وارجع بقى افردها تاني بروش بيق برضه عشان ما تلزقش معي وافرد العجينة بالراحة جدا بافردها من نص الاول وابتدي ان انا اواسع اللحمة جواها لحد ما العجينة انا لقيها بقات رؤياء معي بس احافظ عليها ان هي ما تدخلنش مني ااخد الرقيق الحروشي وحطه على السقوقة ويكون تحت ورقة زدة ويفرده حاجة بسيطة كده انا عملت له حرف تخين كأنه زي بيتسيا بسوف ويجب عندي معلقة خشب ويظهر المعلقة ها من ضغطات بسيطة وحطت بس الحروف ويبضغط في النص عشان نشعيش العجينة تنفيش معي ممكن نستخدم شوكا ونخرم الوش بتاعها عشان ما تنفيش وهذا الوش عندي بمعلقة صغيرة من الزبادي ممكن بقى اي حاجة ندهينه بلي حبة من الحليب او ممكن من دهينه مش خالص وكده كده هيحمر وحط عليه رشة من حبة البركة وحبة من السمسون ودخلوا بقى الفرن على درجة حرارة 200 لحتى ملاقيه احمرنا من تحت الاول ولو ما احمرش من فوق اشغل الشوية هيبقى القريفة التانية اللي انا عمله بوشة بيجلة بنفس الطريقة يدوبك رفضه حاجة بسيطة وحط كرة السقوقة كده في النص كده وهبتجي الف العجينة عليه بحزينة بتقفل كويس جدا وغطته بقى ثانية بجلس الطريقة هبطيته برده على ورقة زبتة وهو خرمه المراضي بالشوكة انا مش عايشة العجينة هتنفيش هيكده كده هتنفيش بس عشان ما تنفيش جامد فبا خرمها بالشوكة وحط بقى حقها من الكبلة المتسرلة والحرف البطاعي هادين وكده شوية صغيرين من الزبادي وحطوا شوية من الزيتون وشوية من الفاف للأخضر وبدو ادخل الفن على درجة حرارة 200 وقيد شكل الحربش الاسكندروني بعد مطلع من الفن ده البوش البيزا اقول لكم من جهة شكل وعملي زي جيدنا زيحة والشكل والليحة والطعم مش هايزة اقول لكم حاجة كده تكمن ويدي الحروش الثاني اللي هو منغير الجبنة اول ما بيخرج بدل الوش بتاعه بشوية كده من الجبنة السايحة بتديه كده لمعه شكل طفة جدا وارش علي حبك كده من بقدونس الأخضر وقت التأديل هو عليك وبردو نقطعه من جوه نشوف عامل سايح بشكل طحفة جدا واخد لون ده لنلتحته من فوق ومن جوه شايفين الحشو عاملت زين ومدخن كده بضحفة جدا لنكله بقى على طول اتمنى يكون الفيديو مفيد وعجبكو لو عجبكو بقى الفيديو رايكو شير استنوني الفيديو زيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة